تناميذ السنة الرابعة متوسط قبل ان نبدأ هذا الفيديو شوفوا الدروس اللي غدا تلقاها فيما يخص الحياة الاجتماعية ستلقاوا درس الصلح مبدأ اجتماعي وحضاري درس السلطة القضائية وتقارير عن جنسة محاكمة هذا بالنسبة للميدال الأول لحياة الاجتماعية ثم الحياة المدنية ستلقاوا درس حقوق الإنسان مفهومه وأنواعه درس انتكاهاكات حقوق الإنسان وطرق حمايتها وبعدها غدا تصيبوا booster المؤسسات السياسية واجتماعية rendre هما درس الحزاب السياسية ودرس النقابة ثم درس الهلال الأحمر الجزائري من بعدها الحياة الديموقراطية ومؤسسة الجمهورية غدا تلقاوا درس الدستور الجزائري ثم علاقة الدستور بالمؤسسات الجهوية التي تضمن هذه ثلاثة دروس درس السلطة التنفيذية وسلطة التfold القضائية الeles جؤوية الاستشارية والرقابية ثم آخيرا تلقاوا درس الخدمة الوطنية تابعوا الفيديو من الأول إلى الآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبابكم تلعين من السنة الرابعة المتوسط في مجموع دروس التربية المدنية للسنة الرابعة المتوسط لكم مقابلين بإبن الله على انتحان شهدت التعليم المتوسط جبتكم في هذا الفيديو جميع دروس التربية المدنية نبدأ مع أول حاجة اللي هو الصح والوساطة طبعا قبل ندو ندرى على مفهوم الخلاف الإجتماعي مش شرط تحفظه مهم تفهمه ما مش تعرف قصير قد نتحفظه بالخوف إذن مفهوم الخلاف الجماعي هو التضاد وعدم التوافق الذي يؤدي إلى الاحتكاك والتصادم بين طرفين اجتماعيين أو أكثر أفراد أسر دول وتحدث الخلافات الاجتماعية بسبب اختلاف طريقة الفهم بين البشر والثقافات والاختلاف في تقدير المصلحة والتساف بعضهم بالعدوانية كالمكر والطمع والشعور بالغبن والخديعة والظلم ومن أمثلاتها الخلافات الأسرية والخلافات المدرسية والخلافات السياسية بين الدول الآن نروح للصلح والوساطة هما مبدأين اجتماعيين لحل الخلافات أولا الصلح تعريفه هو سلوك حضاري وإنساني بديل عن القضاء يرمي إلى حل الخلافات بطريقة ودية ثانيا الوساطة الاجتماعية هي إيجاد حل ودي للنزاع خارج أرويقات القضاء عن طريق الحوار لتقريب وجهات النظر بمساعدة شخص محايد أو جمعية أو بمبادرة من القاضي في الجلس الأولى لا تتجاوز مدتها ثلاث أشهر أمثلة عن أنواع الصلح والوساطة عنها الصلح والوساطة بين الزوجين الصلح والوساطة بين المتخاصمين في المال والحدود الصلح والوساطة بين الدول والصلح والوساطة بين الجماعات المتنازعة أهمية الحل السلمي للخلافات عنها أفوا الحد من حجم المنازعات التي تتعب القضاء سرعة الفصل في المنازعات حماية المجتمع والأسر من التفكك وتجنيبهما الأحقاد والضغائن وحقن الدماء التي تراق بين المتخاصمين تربية النفوس على العفو والإيثار والمحافظة على صلة الأرحام الآن الدرس الثاني هو مؤسسات القضاء كنا مع الصلح الوساطة دروك مؤسسات القضاء إذن تعرف التقاضي هو اللجوء إلى القضاء لحل الخلافة بكل بساطة مؤسسات القضاء إذن يتشكل تنظيم الهيكل للقضاء الجزائري من المحاكم الابتدائية المجالس القضائية والمحكمة العليا المحاكم الإدارية ومجلس الدولة نقرأ تعرفتها كل وحدة منهم إذن المحاكم الابتدائية هي الجهات القضائية الابتدائية التي ترفع إليها أغلب القضايا لأول مرة وهي موجودة في معظم الدوائر المجالس القضائية هي الجهة المختصة بالنظر في استئنافات التي ترفع ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية وهي موجودة على مستوى الولايات المحكمة العليا تختص بتوحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء الوطن وتقويب أعمال المحاكم الابتدائية والعسكرية والمجالس القضائية يوجد مقرها بالجزائر العاصمة المحاكم الإدارية هي محاكم مهمتها النظر والفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال جهات القضائية الإدارية إجراءات تقاضي تقديم عرضة مكتوبة لدى مكتب الضبط تحمل بيانات منها بيانات المدعي وطلباته وبيانات المدعي عليه وتاريخ رفع القضية واسم المحكمة ويستلم صاحب الدعوة نسخة ويوديعها لدى المحظر القضائي الذي يسلمها للمدعى عليه تسجيل الدعوة في سجل خاص تحديد موعد الجلسة وإصدار الحكم بعد جلسة الاستماع تقديم الأدلة دور مؤسسات القضاء عندنا الفصل في قضايا المتقاضين الصهر على تطبيق القانون حماية المجتمع ضمان الحقوق والحريات لأفراده تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين المساهمة في تحقيق الاستقرار والسلم ضمان السير الحسن للانتخابات والقضاء على الظلم الآن ننتقل للدرس الثالث وهو تقرير عن جلسة صلح أو محاكمة إذن أولا تعريف المحاكمة هو إجراء قانوني يهدف إلى الفصل في براءة المتهم أو إدانته تستند المحاكمة إلى جملة من المعايير هي أولا علانية المحاكمة لتحقيق الشفافية والعدالة وتكون بعض جلسات المحاكمات سرية لنوعية القضية أو لضمان الشهود حق المتقاضي الدفاع عن نفسه ويكون بتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت براءته والحصول على حقه ويكون بصورة شخصية أو عن طريق محامن حق الاستئناف من حق المتقاضي طلب فرصة ثانية لدى المجلس القضائي قصد إعادة النظر في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية مجانية القضاء بحيث تتحمل الدولة مصاريف القضاء وسائر موظفي الجهاز القضائي استقلالية القضاء حتى يقوم بعمله على أحسن وجه تعليل الأحكام الصادرة عن المحاكم احترام الأحكام الصادرة والانصياع لها عن المحاكم مساعدة فئة المعوزين في التقاضي لعدم قدرتها على مصاريف التقاضي أتعاب المحامي والرسوم ننتقل الآن إلى درس حقوق الإنسان نبدأ مع أول تعريف وهو تعريف حقوق الإنسان هي مجموعة من الحقوق المتأصلة في البشر ذات طابع سياسي وثقافي واقتصادي تحميها القوانين الدولية والوطنية أنواع حقوق الإنسان تنقسم حقوق الإنسان إلى حقوق المدنية والسياسية الإجتماعية والثقافية والحقوق الاقتصادية نبدأ بالحقوق المدنية والسياسية مثل حق في الحياة الأمن اللجوء إلى القضاء المساواة أمام القانون عدم تعرض للتعذيب تمتع بجنسية المشاركة في الانتخابات حرية الرأي والتعبير حرية التنقل حرية الاشتراك في الجمعيات ولدينا الاجتماعية والثقافية مثل الحق في التعليم حق الملكية حق الرعاية الصحية الضمن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية الحقوق الاقتصادية مثل حق في العمل حق الملكية حق إنشاء النقابات حق الشعوب في السيادة على مواردها الآن شوفوا حقوق الطفل تمنح التشريعات الدولية على رأسها اتفاقية حقوق الطفل والوطنية حماية قانونية للطفل وتنص اتفاقية حقوق الطفل أنه يعد طفلا كل فرد لم يتجاوز 18 سنة يعني 18 سنة يعني يتعد قاسر تكفل له العدد من الحقوق منها حق الطفل في الحياة الحق في الإسم والجنسية الحصول على غذاء كافي ومياه نظيفة الحق في التعليم الرعاية الصحية حق اللعب حق الأطفال المعاقين في الرعاية والعناية الخاصتين سمح الأطفال المشاركة بحرية في الحياة الثقافية الحق في التعبير عن آرائهم حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والسياسي الحماية من صور الإهمال والقسوة والاستغلال والحق في حرية تكوين جمعيات والنواديئة الثقافية عنا أيضا حقوق المرأة في الجزائر تعد المرأة شريكا أساسيا في كل مجالات التنمية الوطنية صحة تعليم قضاء السياسة الأمن الصحفة والزراعة وبفضل هذه المكاسب تكفل الدستور بضمان حقوقها ومنها حق المرأة في المشاركة السياسية المناصفة مع الرجل في حق العمل والأجر حق الجنسية حق التعليم حق الرعاية الصحية المشاركة في الأنشطة الرياضية تساوي مع الرجل أمام القانون حمايتها من السلوكية المنحرفة كالتعذيب والتشرد ثمانية مارس هو اليوم العالمي للمرأة احتمدته الأمم المتحدة بداية من سنة 1977 ننتقل الآن إلى تعريف انتهاكات حقوق الإنسان هو عدم احترام الحقوق والاحتداء عليها فقط مظاهر انتهاك حقوق الإنسان الحروب بأشكالها إبادة الجماعية للمدنيين غياب العدل المستماد في تطبيق القانون استغلال أطفال وتشغيلهم احتكار تكنولوجيا المعاملات اللا إنسانية نهب الممتلكات وتحطيم المنشآت استخدام الأسلحة المحضورة أما أبرز المنظمات الإنسانية المدافعة عن حقوق الإنسان فهي منظمة اليونسكو منظمة اليونساف المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين هيئة أسست عام 1950 مقرها جينيف بسويسرا لحماية ودعم حقوق اللاجئين في العالم مجلس حقوق الإنسان هيئة أسست عام 2006 مقره جينيف بسويسرا مهمته حماية حقوق الإنسان حماية حقوق الإنسان عقد اتفاقيات والمعاهدات على المستوى الدولي والإقليمي التزام الدول في دستيرها وقوانينها باحترام حقوق الإنسان العمل على تجسيد مبدأ الديمقراطية تأسيس منظمة دولية ووطنية هذه يعني كيفية حماية حقوق الإنسان تتكفل بحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها العمل على احترام الحقوق الإنسانية وتجسيدها بالتوعية والطرق السلمية والآن ننتقل إلى المؤسسات السياسية والاجتماعية المؤسسات السياسية والاجتماعية فيها زوج فيها الأحزاب والنقابات دركن نبدأ بالأحزاب إذن تعريف الحزب السياسي هو تنظيم سياسية ضمن جماعة من الأفراد لهم نفس الأهداف والتوجهات السياسية والشرط الأساسية لتأسيس حزب سياسي هو طلب ترخيص من وزارة الداخلية تعهد مكتوب باحترام الدستور نسخة من مشروع قانون وبرنامج الحزب إثبات هوية الأعضاء المؤسسين بمجموعة من الوثائق كشهدة الميلاد والجنسية والسوابق العدلية إداء ملف تأسيس الحزب لدى وزارة الداخلية عقد مؤتمر تأسيسي للحزب طلب الاعتماد من وزارة الداخلية أما بالنسبة لأهمية الأحزب السياسية فتكوين الرأي العام تعزيز العلاقات بين الموطنين والدولة ترقية الحياة السياسية تكريس الفعل الديمقراطي وتنظيمه توعية أفراد المجتمع بأداء واجباته وممارسة حقوقه هذا أهدافها أما أهميته فمنع الاستبداد التقليل من الإضطرابات الاجتماعية معرفة تحديد المشاكل القائمة في المجتمع وإيجاد الحلول لها وإتاحة الفرص للمواطنين قصد المشاركة في التسيير الآن بعدما كملنا مع الأحزاب ننتقلوا للنقابات ننتقل مع المؤسسة السياسية والاجتماعية وبعدما نشوفنا الأحزاب نروحوا ونشوفوا النقابات نبدأ بتعريف النقابة إذن هي تنظيم يكونه العمال الذين ينتمون لنفس القطاع كالوظيفة العمومية أو المهنة كالتعليم للدفاع عن مصالحهم المشتركة كيفية تأسيس تنظيم نقابي إذن أولا عقد الجمعية العامة السيسية التصريح بالتأسيس من خلال إيداع الملف إلى الجهات الوصية واستيلام وصل التسجيل والمرفق بقائمة الأعضاء ونسخة من القانون الأساسي ومحظر الجمعية العامة ودراسة الملف من طرف الجهة الوصية أما بالنسبة للتنظيمات النقابية في الجزائر فيعد الاتحاد العام لعمل جزائريين أول نقابة وضنية تأسست في الجزائر منذ سنة 1956 وظل النقابة الوحيدة إلى غاية 89 أين أقر الدستور التعددية النقابية فتأسست العديد من النقابات منها اتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال البريد والمواصلات أهداف النقابة وأهميتها إذن أهدافها حماية مصالح العمال رفع الكفاءة المهنية للعمال تنظام الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقة بين الحقوق والواجبات أهميتها تشجيع الحوار والتشاور وفض النزاعات بالطرق السلمية التضامن والانسجام بين العمال ترقية الديمقراطية وقبول الرأي الآخر شوفوا تعريف الهلال الأحمر الجزائري هو جمعية إنسانية تطوعية تعمل وفق المبادئ الأساسية للصليب والهلال الأحمر الدوليين تأسس في 11 ديسمبر 1956 مبادئه يعمل الهلال الأحمر الجزائري وفق مبادئ الصليب والهلال الأحمر مبادئه الإنسانية عدم الانحياس الحياة الاستقلال الخدمة الوطنية والوحدة وعالمية يعمل الهلال الأحمر الجزائري وفق مبادئ الصليب والهلال الأحمر الجزائري عفوا أعادت الغراءة الإنسانية يقدم الخدمة للبشر دون تمييز بينهم عدم الانحياز لا تمييز بين القوميات أو المعتقدات الدينية أو الأفكار السياسية الحياد تمتنع الحركة عن الاشتراك في الأعمال العدوانية الاستقلال الجمعية مستقلة لا تخضع للحكومات وقوانينها الخدمة التطوعية لا تسعى الجمعية لمكاسب أو تحصيل أرباح الوحدة توجد جمعية واحدة تشمل خدماتها الجميع وكل أنحاء القطب والعالمية تعد حركة عالمية أما بالنسبة لنشاطاتها أو نشاطاته الهلال الأحمر على الصعيد الداخلي الإغاثة العاجلة لضحايا الكوارث الطبيعية وتقديم الإسعافات الأولية تقديم المساعدات للمحتاجين عند الدخول المدرسي بتوزيع الأدوات المدرسية تنظيم حملات ختان الأطفال المحتاجين زيادة المرضى في المستشفيات زيارة المرضى في المستشفيات القيام بالتوعية للتبرع بالدم والمساهمة في جمعه توزيع الأدوية بوصافات طبية المشاركة في البحث عن المفقودين وعلى الصعيد الدولي يتواجد الهلال الأحمر في معظم الأماكن التي تشهد توطرات وسراعات والمتضررة من الكوارث الطبيعية كالزيزال والفيضانات ويقدم المساعدات الطبية والغذائية وتوزيع المستلزمات المدرسية على أطفال اللاجئين عند الدخول المدرسي كاللاجئين صحراويين والآثاريق الآن نروحوا لدروس الميدان الثالث ونبدأ أولا بالدستور وأول ما نبدأ به إذن هو تعريف الدستور الدستور هو القانون الأعلى في البلاد يتكون من مجموعة القواعد والقوانين الأساسية التي تنظم وتضبط نظام الحكم ونشاط الدولة وعلاقتها بالمواطنين والدول الأخرى لأن نشوف الحياة الدستورية في الجزائر قاعد دستير اللي كانت في الجزائر عرفت الجزائر بعد الاستقلال دستير تالية إذن أولا هو دستور 1963 أول دستور كرس النظام الاشتراكي ونظام الحزب الواحد دستور الثاني هو دستور 76 حدد ثلاث وظائف للدولة السياسية المعتمدة على حزب جبهة التحرير الوطني والتنفيذية يقودها رئيس الجمهورية والتشريعية يقودها السياسية المعتمدة على حزب جبهة التحرير الوطني والتنفيذية يقودها رئيس الجمهورية والتشريعية يقودها المجلس الشعبي الوطني دستور 89 أرصى نظام تعددية الحزبية والفصل بينها السلطات الثلاثة ودستور 96 المعمول به حاليا حدد المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية وأحدث غرفتين للبرلمان المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة محتويات الدستور يحتوي الدستور 2016 على ديباجة وأربعة أبواب مقسمة إلى 11 فصل تتضمن 218 مادة قانونية على النحو التالي الدباجة وهي عبارة مدخل أو مقدمة تاريخية نوهت بتاريخ الجزائر عبر آلاف السنين وأشرت إلى مكونات شعبها وأكدت على انتماءاتها الجغرافية والحضارية ومساعي الدولة في ترقيات اللغة العربية والأمازيغية وذكرت بمرحلة المأساة الوطنية وقرار الشعبي خصوص السلم والمصالح الأبواب الباب الأول من 1 حتى 83 الباب الثاني من 84 حتى 177 والباب الثالث من 178 حتى 207 إذن الباب الأول هو المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري يضم خمسة فوصول وهي الجزائر شعب الدولة الحقوق والحريات والواجبات الباب الثاني تنظيم السلطات يضم ثلاث فوصول هي السلطة تنفيذية سلطة تشريعية سلطة القضائية والباب الثالث وهو الرقابة والمؤسسات الاستشارية يضم ثلاثة فوصول هما الرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشارية والباب الرابع تناول النقطتين هما التعديل الدستوري وأحكام انتقالية ما هي أهمية الدستور؟ إذن يبين طبيعة نظام الحكم السائد في البلاد ينظم السلطات الدولة ويحدد صلاحياتها يمثل القاعدة القانونية للتشريع يضمن الحريات وحقوق المواطنين ويحدد واجباتهم أما بالنسبة إلى واجبات المواطن نحو الدستور فعلى المواطن واجبات نحو الدستور وهي معرفة الدستور احترام المبادئ والأسس التي وردت فيه لعمل على تنفيذه أو على تنفيذ بنوده الخضوع لقواعده عند مزولة أي نشاط وحمايته فيما يخص الآن حقوق المواطنين حرياتهم وواجباتهم نبدأ بالحقوق عن التعليم لعمل الرعاية الصحية إنشاء الأحزاب التملك المشاركة في تسير البلد والبيئة السليمة الحريات حرية التنقل حرية التعبير حرية الابتكار حرية إنشاء الجمعيات حرية الاختيار حرية الاستثمار أما منسبة الواجبات فحماية الوطن وصيانته دفع الضرائب تربية الأبناء احترام رموز الدولة احترام القانون الآن شوفوا علاقة مؤسسات الجمهورية بالدستور ولا علاقة الدستور بالمؤسسات الجمهورية يحدد الدستور صلاحيات مؤسسات الجمهورية وينظم عملها ومنها المؤسسة التنفيذية والتشريعية والمؤسسة القضائية والمؤسسة الاستشارية والمؤسسة الأمنية إذن نبدأ مع المؤسسة التنفيذية وهي السلطة التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين وتنشط السياسة العامة للبلاد يتولها رئيس الجمهورية والوزير الأول رفقة حكومته رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الذي يقود السلطة التنفيذية يتم انتخابه من طرف الشعب انتخابة الرئاسية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات من بين المرشحين الذين يتمتعون بانشسية الجزائرية الأصلية ويدنون بالإسلام وبلغوا سن الأربعين من العمر ويسرحون علنا بممتلكاتهم سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية يتولى مسؤولية الدفاع عن الوطن يترأس مجلس الوزراء المكون من الوزير الأول والوزراء إصدار العفو وتخفيض العقوبات واستبدالها إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها استشارة الشعب في القضايا الوطنية عن طريق الاستفتاء سلطة التعيين تعيين الوزير الأول أعضاء الحكومة ثلث أعضاء مجلس الأمة قضاة والولاد سلطة تنظيمية ويتم بتوقيع المراسيم الرئاسية الحفاظ على أمن الدولة ويتم ذلك من خلال اتخاذ تدابير المناسبة والإجراءات الكفيلة بدرء الخطر والحفاظ على الأمن بإعلانه حالة الحصار وحالة الطوارئ الحكومة تتكون من الوزير الأول وأعضاء الحكومة تعيين من طرف رئيس الجمهورية وتعد برنامج عملها وإعداد ميزانية الدولة السنوية وعرضه مال المناقشة والمسادقة أمام غرفتين البرلمان وتتابع تنفيذ برامج التنمية الوطنية وتنفيذ القوانين الوزير الأول إذن هنا تفكروا ما زلنا غير في سلطة تنفيذية هذا غير سلطة تنفيذية الوزير الأول يعين من طرف رئيس الجمهورية يقود الحكومة له صلاحيات منها يختار أعضاء حكومته ويقدمهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة يرأس اجتماعات مجلس الحكومة المكون من أعضاء الحكومة ويسهر على حسن السير والسير الحسن للإدارة إذن هادو في سلطة وصلاحيات رئيس الجمهورية سلطة التعيين السلطة التنظيمية الحفاظ على أمن الدولة الحكومة والوزير الأول في كلها في ضمن السلطة التنفيذية وهي السلطة الأولى الآن نروح إلى التي بعدها السلطة الثانية هي السلطة التشريعية وهي الهيئة المكلفة بالتشريع في الجزائر تتكون من غرفتين هما المجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة ومقره الجزائر العاصمة بالنسبة للمجلس الشعب الوطني فهو الغرفة الأولى يتكون من 463 نائب ينتخبون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة 5 سنوات مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية يتكون من 144 نائبا ينتخب الثلثة 96 نائبا من طرف المجلس المحلية البلدية والولائية ويعين رئيس الجمهورية ويعين رئيس الجمهورية الثلثة الآخر 48 نائبا من بين الكفاءات الوطنية مدتهم النيابية 6 سنوات مهام البرلمان واختصاصاته إذن تشريع القوانين في جميع الاختصاصات كحقوق الإنسان والنظام العقاري وحماية التراث مناقشة ميزانية الدولة السنوية والتصويت عليها مناقشة ودراسة برنامج الحكومة والتصويت عليه استجواب الحكومة بمسألة أعضائها حول قضايا الساعة والمبادرة باقتراح تعديل الدستور أما بالنسبة لأهميته يعد منبرا للديمقراطية ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة صنة الحقوق والحرية الأساسية وتجسيد دولة القانون نكمل مع باقي مؤسسات الجهوية والتي الآن لدينا المؤسسة القضائية وهي مؤسسة تقوم بإرساء قواعد الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحرية الأساسية وهي مستقلة عند المؤسسة الأمنية هي مؤسسة تتشكل من الجيش الوطني هذه واحدة الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن الوطني والجمال تقوم بأدوار منها الصيانة وحدة واستقرار البلاد حماية الاقتصاد الوطني المساهمة الفعالة في أعمال الإغاثة وعند المؤسسة الاستشارية وهي مؤسسة مهمتها تقديم الاستشارة اللازمة للسلطات العليا في القضايا الاقتصادية والأمنية والثقافية من قبل ذوي الخبرة والاختصاص ومنها المجلس الأعلى للغة العربية المجلس الأعلى للأمن المجلس الإسلامي الأعلى والمجلس العلى للشباب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآخرا وليس آخرا المؤسسة الرقبية تطلع بها بعض الأجهزة على اختلاف طبيعتها إدارية قضائية شرعية مالية أمثال المجلس الدستوري الذي يراقب مدى مطابقة القوانين التي تسنها السلطة الشرعية ومجلس المحاسبة الذي تكون من قضاة ويراقب طرق صرف الأموال العمومية وحمايتها من التبذير التنميد والصنة دروك الآخر درس وهو الخدمة الوطنية تعريف الخدمة الوطنية تعتبر تأدية الخدمة الوطنية واجب يفرضه القانون على جميع المواطن الجزائريين ذكور البالغين 11 سنة كاملة حيث يستدعى المواطنون الملزمون لتأدية هذا القيام بهذا الواجب مدد 12 شهرا علاقتها بالمواطن تعتبر إحدى أوجه ممارسة المواطنة تجسد الانتماء والدفاع عنه تعد واجب نحو المواطن والاتزام بخدمته في كافة الأوقات وتعزز روح الانتماء للوطن أهميتها بالنسبة للفرد تكوين الفرد عسكريا تأهيله ذهنيا لتسهيل اندماجه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المجز والتعارف بين الشباب من جميع مناطق الوطن باختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومستويتهم الفكرية بالنسبة للمجتمع تعزيز القيم الوطنية في المجتمع زيادة الوحدة والتلاحم بين المواطنين والدولة وتوطيط العلاقات بين الجيش والأمة المساهمة بها عليه في تنمية العنصر البشري وجعله قادرا على تحمل المسؤولية وتشكيل محرر بشري مؤهل عسكريا قابل التعبئة عند الحاجة إنجازاتها يساهم أفراد الجيش في غرس السد الأخضر وطريق الوحدة الإفريقية وبناء السدد ومدى السكة الحديدية وتشييد القرى الفلاحية هكا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو إن شاء الله تكونوا تستفدتوا ربيوا فقفوا إن شاء الله في امتحان شهد التعليم المتوسط زي روحكم إن شاء الله تجيبوا قاع نقاط ممتازة لا تنسوا شي لعجبكم الفيديو وتدركوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة ولكتوا جدد وترافر روحكم شوفوا الفيديو والآخرين